اشتركوا في القناة تكشف واقعاً مخفياً من معاناة النساء الكرديات داخل السجون الإيرانية هما بالعشرات بالتأكيد بالسجون الإيرانية سواء بسجن أفين اللي هو كثير كثير مشهور بالتعذيب الوحشي فيه كثير من المعتقلات الكرديات هناك بالإضافة إلى سجون الثانية سواء بماكو أو بكرمانشاه أو بطهران أو بالأماكن الأخرى هما متهمات بالانتماء إلى منظمات تناهض السياسة الإيرانية وتتبع لمنظمات إرهابية اسم المنظمة اللي دايماً تعتبرها إيران أنه هي منظمة إرهابية أو معادية للسياسة الإيرانية هي حزب الحياة الحرة الكردستاني البيجاك اللي بتتهمه إيران بأنه هو يتبع لمنظمة حزب العمال الكردستاني البيكيكي من بين المعتقلات ناشطات تحولنا إلى أيقونات بالنسبة إلى الأكراد خلينا نعطي مثال زينب جلاليان اللي هي ناشطة كردية معتقلة من عام 2009 تعرضت الكثير من القمع والضرب والتعذيب الجسدي اللي أدى بالأخير إلى فقدان بصرها تماماً مع ذلك لم توافق الدولة الإيرانية إطلاقاً بأنه تلقى العلاج لحتى تقدر التاوي نفسها وهي حالياً أول شي خلينا نقول أنه حكم عليها بالإعدام ولكن نتيجة ضغوط الرأي العام وكتير من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية تم تخفيض حكم الإعدام على زينب جلاليان إلى المؤبت شيرين علمهولي هي الكردية الأولى التي فقدت حياتها داخل السجون الإيرانية اعتقلت بعام 2008 وتم إعدامها بعام 2010 مع رفاقها الأربعة هنا خمسة أكراد أعدموا بتسعة يارة 2010 بتهمت نفس الانتماء إلى نفس الحزب حزب الحياة الحرة الكردساني أخريات ينتظرنا مصيراً مماثلاً ويعشنا أسوأ الظروف مثلاً هاجر بيري مثل أفسانة بايزيدي مثل سهيلة ميناني وفي كثير من المعتقلات التانية التي ما يزلنا محكم عليهم إما بالإعدام أو بالمؤبت يعني الانتهاكاتها الأكتير مثلاً أولاً موضوع التعذيب الجسدي والتعذيب النفسي اللي بتعرضولهم ما بيحقل أي ناشطة سياسية كردية أنه تشوف أهلها ما بيحقل إلا التواصل مع العالم الخارجي أو كتابة رسائل إلى أي إنكان ما بيحقل إلا التواصل محامي يعني أنه تمسك محامي للدفاع عنها باعتبار أنه هي تعتبر إرهابية ما بيحقل إنه يعالجوا نفسهم إذا تعرضوا لأي مرض نتيجة التعذيب أو إذا كانوا مصابين أصيبوا بالمرض داخل السجن لا تتوانى منظمة المرأة الكردية للعلاقات الخارجية عن إثارة وضع السجينات الكرديات في إيران معها تتحرك منظمات حقوقية كردية ودولية ومن أوجه التحرك جمعوا تواقع لإيقاف إعدام زينب جلاليون واستماح بعلاجها وتحسين ظروفها لبرنامج اليوم على الحرة